كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مصنع قرمان السوري لصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية ببيض العرب جاء ذلك أثناء جولة رئيس الوزراء بمحافظة بنسويف حيث أكد مدبولي حرص الدولة على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات لقطاع صناعة الدواء والمستلزمات الطبية وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في هذه الصناعة المهمة وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح أسيسي بالعمل على توطين صناعة الدواء تحقيق الاكتفاء الذاتي من ناحية والسعي لنقل أحدث التكنولوجيات لمختلف عمليات التصنيع الخاصة بهذا القطاع المهم